بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن الفوائد الصحية الرائعة والمذهلة لتناول ثمار الرمان يحتوي الرمان ضمن تركيبه العجيب على حمض أميني هام ونادر الوجود هو الأوميغا 5 ومتوفر في بذور الرمان وزيت بذور الرمان الباهض الثمن طبعا نحن نشرب العصير من كب البذور للأسف ولأهميته العلاجية فهو قد أصبح يعتبر منتجا جديدا ونوعيا حيث يحتوي على تركيبة كربونية ثلاثية تعطيه قوة ومتانة وأقوى وبأكثر من 36 مرة من الأنواع الأخرى من أحماض الأوميغا الأخرى فهذا الحمض الأميني الهام يعطي أولا الحيوية للجسم ويقوي نشاط أعضاء الجسم وذلك عن طريق زيادة نشاط الدورة الدموية ثانيا يعتبر من أفضل المركبات المقاومة للشيخوقة وذلك عن طريق تحفيزه لتجديد خلايا الجسم بشكل خاص وتجديد خلايا الجسم بشكل عام ثالثا يعطي مقاومة للآلام المزمنة وذلك مثل آلام المفاصل والعضلات والدورة الشهرية بالإضافة إلى أنه يساعد بتخفيز مستويات الدهون الثلاثية والكريسترول الضار والسكر في الدم رابعا يساعد أيضا في تخفيف الوزن وخصوصا عند أولئك الأشخاص الذين يصعب تنزيل وزنهم بشكل طبيعي وبطيء وبدون أي آثار جانبية خامسا يعتبر مركب ألينوسيك أسيد والموجود بكثرة في أحماض الأوميغا خمسة من المركبات المضادة للأكسدة والتي تعمل على مقاومة ظهور الجذور الحرة وسرطان الثدي والبرستات والأورام الخبيثة بشكل عام سادسا يعمل وبإذن الله على تعزيز صحة الجهاز المناعي وصحة القلب والعظام قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجل والثواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله